اشتركوا في القناة وهي حسن طيب يعطيكم العافية شباب هاي الساعة صارت تمانية بدنا نكمل موضوعنا بلشنا فيه لمرة اللي فاتت احنا ما زلنا متكلم عن موضوع الكيرسر حكينا في المحاضرة اللي فاتت بس تتكير بما يدخل الشباب نرجع هاي هون اوكي حكينا سابقا عن الموضوع كان عن الكيرسر حكينا فيه نوعين من الكيرسر فيه امليسيتي كيرسر وفيه الكيرسر الاول هو يسمى الكيرسر الضمني او انت بتصوي كيرسر لحالك كيرسر الضمني حكينا عنه اهم اشي فيه عندي اللي هو الفاوند ونت فاوند وإز أوبن ورو كامت هدول هما واخدنا مثال المرة اللي فاتت سوينا مثال وجربنا كيف شيك على كيف يطبع اذا ما في داتا يطبع لانه نت فاوند في النهاية هذا ضمنيا لحالة تلقائية مع الوراكل بتم استخدامه واضافته اليوم موضوعنا هو الاهم وهو النوع الثاني من انواع الكيرسر اللي هو كيرسر بدي تفهم شو معنى كيرسر في هذا الموضوع هنا في فرق ما بين انا اجي اجي اكتب جملة وكل اشي بدي من الداتا بيز اروح كل ساعراي على الداتا بيز فاتح الداتا بيز وقارئ منها الكيرسر هكون بالتالي بروح بنشق جي كيرسر في الموموري بروح على الداتا بيز باخد البدية منها وبحطه فيها الكيرسر فبصير كل اشي بدي موجود جوال كيرسر فبيكون اوفر علي كشور على الداتا بيز الترافك على الداتا بيز رايح جاي على الداتا بيز لا انا صار عندي في الموموري صار عندي اشي اللي شاهد صحناني ملوخية الصوت يا صبايا الشباب فبصير بدل ما انا كل ساعرايح استعرق كل اشي بدي شغلة من الداتا بيز من جداولي روح اجيبهم لا انا بجيبهم مرة واحدة فبحطهم في عندي في الموموري فجوه الكيرسر وبالتالي بيصير كل تعامل مع الكيرسر عشان هيك لاحظ عشان تقدر تسوي اكسبلسكي كيرسر في مجموعة من الخطوات هاي هم اربع خطوات الخطوة الاولى هي declare للكيرسر عشان يسوي له ان شاء الله يز في الموموري بعدين open للكيرسر يحدد مكان وكيزة في الموموري بعدين بيدخل fetch the cursor to retrieve data واخر اشي بعد ما تخلص من الكيرسر بسوي له close للكيرسر يعني declare open fetch close هدول اربع مراحل اي واحد بيتعامل مع كيرسر لابد انه يسوي هدول الاربع مراحل ان شاء الكيرسر او تعريفه في البداية اي الصيغة العامة والسنتكس العام لها يبدأ بكلمة كيرسر كلمة محجوزة تعطيه اي اسم بالدكية بس ما يكون محجوز is وبعدين بتكتب جملة استعلام على ال database اللي بدك تستعلم عنها عشان انا شو الفكرة ارجيكم من خلال انا نزلتلكم ملخص بالعربي هايه اذا بتشوفوه بوضح لك هون declare open تعبايتو هنا صار تا بيضل عندك في الكيرسر شغال لما بيضل انه الكيرسر فيه ال data هون فيه الجزء تعباية ومت تعباية امت لوق يعني جاي دوران لوب حنشوفوه وبعدين اذا بتا خلص تسني الكيرسر بتسوي له ايش عملية بنسميها close السنتكس العام إلو هايو شايفينو حط لكم هذا التلخيص كويس لكم بالكيسة شوي بفهمكم إياه يبدأ بكلمة declare كارسر كلمة محجوزة اسمه select statement select كل إشي في جدول الكستمر وبعدها شوي بدي يرجع لي اسم الطالب بعدها يرجع لي عمار الطلاب كل ساعة وراية عداتها بيز لا أنا كل مثلا select كل إشي from customer وبحطه بكارسر هلا كل تعامله مع الكارسر بصير begin افتح الكارسر open بعطي اسم الكارسر fetch شو معنى الكارسر ما هو بيكون مؤشر عايشي فبدأ القيمة من الكارسر تديها للمتغير فشو بتسلم بتقوله fetch اسم الكارسر into variable أوكي وبعدها إذا خلصت من هاي الأمور كلها بتقوله close و end حتى نفهمه أكتر خلينا نشوف المثال التالي العمليات أول عملية عند declare للكارسر declare declaring the cursor define the cursor with the name and associated select statement يعني cursor اسمه is وبتكتب جملة select على انت بدل ما تروح كل مرة رايع جدول الكاستمر تجيب البيانات انت كيف تستعلم عن جدول البياناتك بتقوله select كل شي from customer طيب بعدها بدك والله مثلا بدك عمارهم نسيته باجي بقول select مثلا ال id وال name وال age from customer لا أنا بدأت عمل مع كارسر فبالتالي باجي بقوله كارسر اكس اكس مثلا is select بحدد له الحقول البداية ترجعها from customer هلا أنا مش بحاجة أرجع للجدول هات الول customer صار كل البيانات وين مخزنه في الكارسر على كيف تعمل مع الكارسر؟ أول عملي عشان يعني انت كأنك خد كوبية عن الجدول راح من قاعدة البيانات نقلها على الكارسر الكارسر هو عبر عن مكان حاجه في الممورة باسم معين اسم وصلان xx نفترض هلا دكسيف تتعامل كله معمين مع الكارسر تيجي اول عشان تعامل مع الكارسر في الان دكتر اتشغلات تفتح الكارسر تسوي له fit ولما تخلص تسوي له close open تعطي اسم الكارسر هلا fit customer لاحظ هلا هون شو اسم الجدول customer اوكي هذا اسم الجدول بس هون بتعاول انا مع مين مع الكارسر ما بتعمل مع الكارسر عشان هيك لما سويت fit لما مين للكارسر شولت له انتو هلا بيعتمد انت شو سويت في لما سويت الكارسر سويت انت من كم حقل ثلاث صح ولا لا فبالتالي اخذ ال id والname والaddress فبالتالي انا بحاجة ثلاث متغيرات عشان اطول من الكارسر اودي مين على ال variable فباجي بقول له fit اسم الكارسر انتو بعطيه ثلاث متغيرات فبالتالي اذا عمليك شو صار اقرأ من الجدول وديه على الكارسر ومن الكارسر وديهت على الثلاث المتغيرات هلا انت فيتشينك بتضل 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 تقرأ 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 اذا خلصت وبدك توقف الكارسر ما عليك الا تقول له ايش close لمن لا الكارسر حتى توضح الصورة معكم خلينا ارجعكم مثال جهازت لكم اياه بالمحاضرة هايو شير فارجع المثال التالي نفس المثال اللي استخدمناه المحاضرة اللي فاتت على الامبليستي واضحة الامور ولا في مش واضح بالنسبة للكارسر شباب واضحة الامور اكتر بس سؤالة الساعة الكارسر ووظيفته شكل عام اش يعني مسودة بالدخل كارسر مؤشر هلا الهدف الرئيسي منه بدل ما انا كل ساعة رايع الداتا بيز افتح الداتا بيز انا انت بتقارن الداتا بيز ما تتخيلها انه الداتا بيز بس عندك هون مكانا ممكن تكون داتا بيز مثلا ادستربيوتي الداتا بيز فبدا سوي traffic ومن خلال انه لا انا بسوي jkصر عندي مكان في الموري بروح باجيب من الداتا بيز اللي بدي اياه بحضوه في الموري كل شغل بيصير بدل ما يكون على الهدف الرئيسي بصير على الكارسر يعني مؤشر هو مثلا عد شاح بس هو مكان بيحجزه في الموري بنسخ بنسخ الجدول بالدكية انت بتحل شو ينسخ. انت يجيب من الاتباس. نعم. الى اكتبعتك. اوكي? يعني بوكي تجيب كل الجدول. بوكي تجيب اكثر من جدول. انت اللي بدك يا بوكي تجيب اكثر من جدول. اوكي? بتحضهم في مكان في المموري عندك. اللي هو احنا نسميه كارسر. مكان في المموري بيأشر عليه. هلا كل تعامل اللي بيصير. هلا مين اصر يروح يجيب من الاتباس ولا يجيب لك من مؤشر في المموري. مؤشر طبعا. بالضبط عشان هيك. السرعة كمان. فانت بالاوي كارسر. اذا انا بهمني الطلاب. بدل ما كل ساعة الطلاب كل ساعة يروح يستعلم معداتة باس عجدولي. لا. انا بكتب لهم برنامج. بسورهم في كارسر. بروح يجيب من جدولهم. وبيحطوا العمية في الكارسر. بيصيرهم كل شغالهم على الكارسر. واضحات الصورة. انا بنتفهم ليش المستخدم وهذا كتير مهم. يعني فيه ناس بنا خاص خليك على السلكت. لا باش من مفهوم هاد. الكارسر افضل بكتير من الانك تضلق كل ساعة كاتب سلكت سلكت. واضحة الجميع؟ وهي حطتكم تلخيص بالعربي؟ نعم. ينتظر. هين بمثال هاد مستخدمي سلكت مع الكارسر؟ هذا السلكت هو انت لما تبني الكارسر هو مبني عليش عجملة استعلام. ينتظر. ينتظر. استعلم على الجدول مرة واحدة وحط كل اشي جوه الكارسر. هلا بالعادية ما بقى على الجدول مرة تانية التابل تابعي اللي هو اسمو كاستمر. انا خلاص. صار كل الشغلي وين؟ في الكارسر. هلا عوض اني بذل ما بقدر اسوي اللوب هذا اسوي سلكت. ويقرأ اول سجل وبعد اني روح السجل الثاني يرجع. لا انا ليش اسوي العملية كلها؟ انا سويت كارسر. روح اجيبت من جدول. اللي هو الاسمو كاستمر. سوناه المرة اللي فاتت. جبت الاي دي والنيم والادرس. اوكي. الاي دي والنيم والادرس. اوكي. هنا نغيرناهم. ذكروا المرة اللي فاتت. الادرس. هلا هدول كل البيارات الجدول اللي هو كاستمر جبتوا مخزندهم بالكارسر. اللي اسمو ايش؟ سي كاستمر. سي كاستمر. سي كاستمر. هلا بطل تتعامل مع الجدول اللي اسمو كاستمر. صرت اتعامل مع مين؟ مع الكاستمر اللي اسمو سي كاستمر. كيبت اتعامل معها؟ هلا خلينا نشوف. نبدأ. اول شيء ببرنامج كده ندكرها. بدي ثلاث متغيرات. وعرفت لاحظ المتغيرات الثلاث اللي هو الاي دي والنيم والادرس. من نفس نوعهم في الدياتابيز. شو نوعهم؟ انا بدل ما جاء اكتب نوعهم. خلاص مباشرة. اخذناها الطريقة زي انستوها. فبقول له اسم الجدول. اسم الحقيق البرسنتيش تايب. فالمتغير اللي اسمو سي اي دي. هيكون التايب تبعه حسب تايب الكاستمر اللي انا انشأته فيه جدول اللي هو الكاستمر. ال اي دي. كان اسمو اي دي دي. ديبل دي. تنسوش. احنا غيرنا الاسماء لما عشان كان يعترض عليهم. اوكي؟ نفس الشيء. عرفت متغير اسمو سي نيم. وعرفت متغير اسمو سي ادرس. هلا هذا اخدتوه. هذا مش جديد عليكم. هذا ما اخدينو احنا. هلا كيف بدك تنشيك لك الكيرسر. هاي هالجملة. هاي هالجملة. كيرسر. كلمة محجوزة. اختار اي اسم بدك يا. اي اسم بدك تسمي. انا سميتو. سي كاستمر. سي مختصر كيرسر كاستمر. از. من وين جاي هات؟ مبني على جملة استعلام. اي جملة استعلام. كل اللي خدتو تذكروا بالداتابيس. جملة استعلام. بالوير. باللي بدك ايها اكتب. بنا اكتر من جادول. مع الجون. مع اللي بدك ايها اكتب. اي جملة استعلام بدك ايها. انا سويت السلام بسيط. ارجع لي. ارقام الزبائن. واسماءهم وعنوينهم. هاي هاد. جملة الاستعلام فعليا. لو ايج نفستها لحالها. انا. عشان تشوفوها. هاي كوبي. بدي ارجع معاكم على اللايف سيكويل. امجهزوا لكم ايها انا. اللايف سيكويل هيو. اي دخلنا البيانات. هاي الجدول الجدول تبعي. في السكيمة. خلينا نشوفو. هاي الجدول. تذكروه. الكستمر. هاي الحقول. هاي اي دي. والنمبر. اي دي. والنم والايج والادرس والسلاري. اوكي. اوكي. طيب. دا سويت جملة الاستعلام العادي. هاي كنير. كونترول في. هاي تبعتنا. تذكروها. وهي رن. شو جاب لي. ست سجلات ارا كنا ندخلين مرة لي فاتت. ارقام الكستمر. اسمام وادرس. هذا الاستعلام. انت فعليا لانا شغال هيك. بطريقة هاي. انا شغال على الجدول. طب اذا بدرجع مثلا بدي بس الاسماء لحالهم. باجي. باشطل. طلع. بس عشان اوصل لك الفكرة. بدي بس الاسماء لحالهم. بدي اسماء الزبائن. رن. انا فعليا على ايه شغال? على داتا بيز نفسها. طب انت تخيل لو داتا بيز عندك جايبانك وفي عندك اكتر من فرع. كل ديئة كل واحد روح يفتح الداتا بيز. روح يفتح الجدول ويقرأ منه وكل اشي. طب انا خلاص. مدام انا بدي عن العملاء. انا باخد كوبة عن الجدول. العلومات اللي بدي اياها. بحطها بكيرسر. وبخليها اندي على المهم الجهاز. لا بروح على التاتا بيز ولا افتحها ولا اقرأ من جداولها ولا اشي. فبتضلع على كيرسر. عندي لما اسكره. وصلت الفكرة? وصلتها دكتور. سهلة صارت لكم اني معرف مش متعودين على المواضيع حايا لانها. لا عادة سهلة. بس دكتور في سؤال اه منقدر ناخذ كيرسر من كيرسر? الا كيرسر في البيانات حسب ما هي مرتبة. ايان نقدر ناخذ. هلأ بتقدر سوى فتش عامه غير متغيرات. هي الفتش. انت بتاخلي البيانات انت الكيرسر بتاخد منه بتقرأ منه انت. اه بس انا بدي كيرسر يقرأ منه انت مال الكيرسر القديم. كيف يقرأ منه؟ هون بدك سلكت. حتيجي تقول له ايز بتعطي اسم الكيرسر التاني? اه يعني هلأ خلي خلص منها. ليس عارجي كرأ شغلات تانية طول بالك. هلأ هون قرأ من من الدياتابيز من جدول الكيرسر اللي انشأناه. وين ودى القيام? في الكيرسر. هلأ انا بطلت اتعامل مع ايش اسمه كيرسر. انا بتعامل مع الكيرسر. كيف بدي هلأ سوى كيرسر راح قرأ جوم تسلكت من الدياتابيز وحط البيانات بدل ما اقرأ بجوم تسلميش بتعرض لك عالشاشة. بدل ما تعرض لك ايام عالشاشة. راح خزن في الموموري عندك في المكان في الموموري باسمه حسب اسم الكيرسر. هلأ انا بدي اتعامل مع البيانات هلأ حسب الموجودة كيف بيتعامل معها? اول شغلة له خلص لمرحلة التعريف المتغيرات وانشاء الكيرسر. هلأ حتى استطيع اتعامل مع الكيرسر لازم اول شي افتح الكيرسر. فالامر فيه عندي افتح كيرسر وبعطي اسم الكيرسر. انت ويش شباب ممكن يكونوا مسوي اكثر من كيرسر انا. معاي انتو? كيرسر عالجدول هاد كيرسر من اشي تاني بقدر افتح وشكر بدي اياه. فانت عشان تقرأ من اي جوة اي كيرسر بدك تسوي عملية افتح له. ولما تخلص منه بتسوي عملية بنسميه عملية ايش? عملية ايش? سوينا افتح الكيرسر. شو صار? فاتح. طيب. هلأ انت الكيرسر هلأ فيه جواه. تخيله. جاي مكان في الموموري محجوز. وكيف تجدول? هلأ بقرأ اول صدر بدك تقرأ. كيف بدك تقرأ؟ بتقرأ اول صدر بتقول له فتش؟ لح انساري كلمة اللوب هلان. هلأ فتحنا الكيرسر. هلأ اذا تقرأ منه تعال هون. هاذا جملة القراءة. شو بتقول له? فتش؟ مش لك تقرأ؟ اه. من الكيرسر انتو. طيب. انك فتحت الفتش يعني بقرأ من الكيرسر وبدو يحط جوا اشي. طيب. هلأ كم اللي بدي يقرأ و بدي يقرأ هو ثلاث قيم حسب جملة الاستعلام. يعني انت في الاستعلام لما قرأ اخذ من الجدول اخذ ثلاث قيم. فبالتالي لما بدك تسوي فتش من الكيرسر انتو. بدك ثلاث متغيرات. حط اسم الكيرسر انتو على التواري. اي دي لاحظ. متغير اسمه اي دي سي نيم سي ادرس. هلأ هيك هادا قرأ اول ايش? اول اول رو. اول رو نعم. هلأ لاحظ شو قلت له? قلت له لاحظ انا بحاجة عشان ازا سوت الجملائي وبعدين سوت الكلوز وحيقرأ لقيمة واحدة. هلأ هنشوف مع بعض. انا ما بدي انا بدي يارف. يعني اقرأ كل السجلات بس ما انا ما بعرف كم سجل عندي. فيم تونتو معي? يعني الحلو انت هلأ بتقرأ من التابل من الداتاباز ممكن يكون فيها ولا سجل. صح? صح. ممكن. وممكن يكون فيها مية سجل. فانا في اللوب بدي اسوي اللوب. بسوي اللوب. طب متى ينتهي اللوب? بس ينتهي اه بقول له اكزيت وين. استخدمت تذكروا سي كاستمر. شو هذي سي كاستمرز؟ هذا الكيرسر. تذكروا المرة اللي فاتت لما كنا نكتب شكرا نكتب نكتب سيكيور البرسنتج نتفاون. هذا في الكيرسر الضمني اللي هو لحالو بسوي عرفتوه؟ بس لا انا اللي بدي اياي شوف الكيرسر فاضي ولا مش فاضي. اذا كان is not found. متى اكزيت? متى اكزيت بطلع بس يخلص اسمن السجلات. اه هيشعله اكزيت وين متى. بس يصير not found. بس يصير not found. اه. يعني not found اذا true يعني ما يلاقي ايشي صار true وبطلع. طب اذا لقى بيانات ما هيطلع. هيضالي left. هيضالي left. اطبع الجملة اي واحد حالكم الجملة اي ما فيها اي مشكلة. loop. end loop. هلا هيضال داخلي loop. كل مرة بتقوله فتش كأنه جاي ما خدت انت في البوينت. تذكروا انتو خدتوا بالسي بالبوينتر في the structure. اه. ومش اخدتوا وهادول. صحيح. مش بكونوا بيقشر اول واحدة بيخلص وروح بيقشر علي بعدها وهكذا نفسي الفكرة. كل ما تقوله فتش بروح علي بعديه. علي بعديه. فبدي يقرأ واحد واحد بيقرأ اول سجل بيطبعه خلص برجع الل loop. قرأ فتش قرأ السجل التاني. وهكذا متى يخرج؟ يخرج في حالة واحدة فقط. لما يكون not found. الكيسر لما سواله فتش وما لقى بيانات في هذول في الكيسر فهي الحالة يخرج من اللوب. خلينا نرجيكم اياها عملي. نعم. نقدر نحط كمان شرط مثلا. شرط ايش؟ يعني مثلا اذا كان مثلا اخذ الاسم هو. اذا كان مثلا خلنحكي له راتب. مثلا اذا كان راتب فوق الالفين دينار. لا. هلا انت اللي صار هون على المتغيرات. اه. تكتب على المتغير. هو بقرأ. انت ما بأخذ الجدول كله كامل. هو بأخذ جاي سجل سجلي. انت. اذا تحط انت شرط. اذا تحط شرط على المتغير بتيجي جوا هون. تنزل سطر. بتقول له اف سي نيم. كذا اقول له بريك. خليه يطلع بالرلوم. ام ام ام. تفهم شو اصده. يعني انت الا قيامك. تعمل معها كشغل اذا لا هذا. تعمل مع المتغيرات اللي انت عرفتها. صارت الداتا فيها. اللي لاحظ انت في هاي الحالة. فانت صارت بيناتك كلها جوا الكيرسر. تاني اشي. تقرأ قاعد. سطر سطر. اوكي. تقرأ. لا. حسب الجدول انت اخترته. طيب. خلينا نشوف هاي العملية. نطبقها. ونشوف. نرجع على الشير. الشير. اه هون. احنا كنا هون. الشباب لسه في غياب كبير عندنا في الكلية. رجاءا. يعني احنا عددنا 24. اللي حاضرين 16. البقين شو بيستنوا. رسم دكتور. نعم. رسم رسم دكتور. مش شغل الترسيب بالاخر. هلا انت اخر الاسبوع. اخر الشير. يعني خمسة ايام. حتى الوظائب. حتى الوظائب. اتكلم في اخر محاضرة. كل مرة بدي اجي اتكلم بانسها. خليه بس خلص انفزها. وبدي اتكلم بعدين بكمل. طيب. هلا. واضح هذا الاستعلام العادي. خلينا نشوف هلا. انا ما نسختش. انا الكود. خليني. هاي شيروا قدامكم. خليني ننسخوا من هون. ها. كونترول سي. ستوب شير. خلينا هلا نروح على لايف سكويل. هاي كلير. هاي كونترول في. لاحظ هاي دكلير. هاي بطاير. كيلسر سلكت. ساعدت تحديد فرتي اوه الصنع من اضايق الى انها اصدار فرتي. حسنا. ستوب شير قيدini. هاي بطايرد وحدة if on and address will arrive. سأقام بطاير Herseanne 10. خلالها ستوب شير قيد. دعا لو program numéro 11 ستوب شير ما عن العلاقة. إذها المتبورة انت قادر disso? هون؟ هون لا هذا من الجدول IDD و name هذا من الـTable وهون select IDD name من الجدول هو بولي سطر 11 customer name وين customer name؟ مصبي دي كلير نحن الجدول سميناه customer دكتور مش مغير الاسم نيم غيرته هاي خريبة سأرجع على schema الجدولنا المرة اللي فاتت اتأكد بس من الـ name ها خلينا نوياكم مع بعض الـ name هاي double E والـ IDD والـ IDDD مظبوط هذا لسه منها من مرة اللي فاتت وعننا الـ add reses مظبوط نرجع على جملة SQL اوكي customer الـ name هاي الـ name هذا متغير ما له علاقة customer is from customers مظبوط begin open loop سطر 11 see customer into ID address فاصل من قوطة exit when customers is not found and loop close the cursor طيب خرينا نجع مرة تانية line 3 line 3 مظبوطة هاي run ماس بي declare customer مظبوطة انهم 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 ما عنهم نفس الاشي type customers الـ S ناسا شايفين هايها في ناسي S هون ها customers بالـ S اوكي هاي run اني عنهم اه customers الـ S كان مش موجودة اوكي هلا لاحظ كيف اشتغل هلا جملة الطباعة باستخدام الكيرسر كيف اشتغل فتح الكيرسر loop fetch هل هو فاضي لا مش فاضي طبع الجملة رجع سوا fetch مرة تانية سؤالة لو ما استخدمت اللوب يعني هيك ها اشطب لي هاي الجملة اشطب لي هاي اشطب لي هاي اطبع أول شبير دكتور سويته fetch وطبعت وطبعت وسويت close وهاي run شو طبع لي لحظتك شو بشتغل يعني كل مرة هلا 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 ازا بدي بس اطبع اسوي كمان مرة ها اسوي له ما دول copy control c هاي control v اوكي هاي run طبع السطر الاول والتاني يعني بالعربي كل ما اقول له fetch بقرأ record كل ما اقول له fetch بقرأ record بدي اوصلكم هاي الفكرة فانا مش بقول انا ما بعرف عدل السجلات فبالتالي لابد اني استخدم معا ايش شو استخدم معا لوب جوبة الدوران واجي افحص لما لاي لاي بيانات يخرج وصلت الفكرة كيف يشتغل الكيرسر اذا هو بروح بقرأ من الجدول بقرأ بجيب الجدول شو قرأ منه بحطه في الكيرسر اللي ممكن ما يكون فيه ولا سجل معاينتوا ممكن يكون فيه مليون سجل انا ما معرف كم سجل جوه الكيرسر صار فيه هلا لانه قرأ من الجدول وانا ما عندي معلومة فبالتالي لابد اني استخدم اللي هو اللي خدناه الكيرسر الضمن اللي هي نت فاوند وشغلات هاي اوكي اوكي وضح مفهوم الكيرسر واضح الفكرة او لا فيه صعوبة لسه اوكي هاي الكيرسر لاحظ نجاب القيام اللي هي بناء على المواضيع هاي اوكي نرجع لكتابنا اللي هو موجود فيه وبعدين برجع اللي هو اللي هو التلخيص التاني هاي لاحظوا الكتاب نفسه في صفحة 206 اللي هو الكيرسر خلاص قبل ما انسى لانا دايما انا بانسى وتأخر وبتخلص المحاضرة بالنسبة للماده هاي عندكم هون انا بالنسبة للواجبات حاطتلكم اعلان هاي قدامكم كلكم شايفين مزبوط على جميع الطلبة حل الوظائفة التالي في موعد اقصى 25 أربعة لانه مطلوب منها اخر الشهر نسلم علامتك من 30 لقسم التسجيل هذا اجباري لكل الدكاتر مش عندي انا وكل الجامعة فبالتالي الاسامنت انا معطيك 3 اسامنت فيه بهالا طلاب ما سلموها يعني هاي الاسامنت الاولى قدامكم فيه من اصل 24-18 سلموا وين البقية فيه 6 مش مسلمين الاسامنت عليها من 20-25 علامة غير الكوزة اللي قدمتوه فيه عندي اسامنت 2 نفس الاشي فيه عندي 19 يعني هناك فيه واحد مسلم التالي مش مسلم القولي شيك على وضعه نفس الاشي عندي اسامنت بعدين كله اول بول بصلحه وهي اسامنت 3 14 يعني فيه 10 مش مسلمينها شو لصة؟ ما تبتستنوا ضايل اربعة ايام ثلاث ساعات هادول بونس لكم جايبلكم اسئلة سئلة مش بحاجة اشي كل واحد عارف فيكم اللي سلموا اللي ما سلم رجعنوا حتى اللي بتعرف الناس مثلا هاي الاسامنت اللي هاي اللي ما سلموا هاي اسماء اماه فيه شروق واحمد يوسف واحمد صالح وضياء وصالح يوسف وحسن وعصام ومحمد جودت وبلال وإناس كل هذول البقرة ما يوم نو 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 هاي بالنسبة له اسامنت 3 اسامنت 2 يعني ببين عندي وكله اول بول بصلح لكم اياه ما معرفش يعني مستصعبين منهم سهلات وهون نفس اللي شاه هاي هاي ما شاء الله هاي اربعة محمد احمد صلاح وصلاح يوسف وعصام وإناس وغسان شو بستنوا هون مجاوب هذا اسامنت ايش 2 1 18 يعني ما في وقت عندكم الله شو الموضوع علي حمد وين علي حمد علي سمعني منتا علي حمدي نعم دكتور ندقع بوفصة بالبات عندي طيب شو مال الاسامنت 2 ليش بش مسلمها اسامنت 1 اه سلموا هاي مكتوب عندي ارجع حملها مرة تانية عشانك انا قررت الاسماء اليوم احان سلمتهم زمان دكتور انت في التانية والتالتة الاولى مش بسلم هاي ما عطوني نو ارجع ارفع لي اياها اه والله سلمت تانية دكتور معشان ليك كل واحد حت اللي سلمه وارجع شيك شوف انها مرفوعة ولا لا اتأكد منها محمد احمد صالح وصلاح يوسف وعصام ومحمد ربح عصام معنا صح ولا لا يا عصام اه معاك يا دكتور بس الاول انا سلمت يا دكتور انا بالنسبة الي عندي انا مهنا بالاخر انا بدي انا شايفة الان نو اه معشان هيك انا ليش انا مضيع اليوم جزء من المحاضرة لان في بعض حكالي انه مسلم يعني مستغرب انه مسلم الثاني والثالث والولو مش بسلم عشان هيك انا حمدا اه رجعت معكم الاسماء اللي هما مش اوكي في محمد ربحي وإناس هذول ما سلموا سايمنت وان الباية كله صلحت وخلصت اه لانه ظهرت العلامات عندنا اللي ظهر عنده علامته وخلص ما انا اوصل صح دكتور يا سيدي عالعين والله اسماع عندي مشكلة انا مش عالعلامة انا بدي تسلم احنا من رئيس الجامعة هذا نوع من انواع المساعدة لكم ومعطناكم اسايمنتات وشالات اه عفوا دكتور اللي بظهر عندهم علامته ظهرت معناه وصل للجزء بالضبط وانا عدت الاسماء كلها ورجع على الفيديو يحضرهم مرتين بتعرف انه اسمك موجود ولا لا يعني الناس اللي هما ما اسلموا هاي بالنسبة للاسايمنت واضح الفكر رجاءن يعني هذول الاسايمنت ضائل اربعة ايام يعني فرجاءن وكاتب لك على جميع الطلبة حل الوظاف هذا النوع من انواع المساعدة لكم بالاضافة للكوز واضح الامور ثلالكوز ازيادة على الاسايمنت تصروا يعني خمس تلاثين علامة هيك كله لا من ثلاثين مطلوب مننا اليوم ثلاثين ما لم يتم اضافة اشي جديد يعني هذا الكلام في اجتماع مجلس عمده بنا اذا زادوهم نشوف كيف بس ثلالكوز مطلوب مننا ثلاثين علامة ما بين اسايمنت ووظائف وكوزات ومجموعة تقارير اذا بدكم تكتبوا تقارير احنا مادتنا طبيعتها ما تنفع تكتب تقارير بصراحة فهي حل وظائف وسألونا لكم الكوز ولكوز كلكم في حدا ما اقدم على الكوز انا كل مرة باجي بدي اتذكر وبنسى هاي خلينا ادخل على الامتحانات انتو عارفين من الامتحانات من الجيو المس.com تنسوش هاي لغات البر هاي هون كان امتحاننا هاي هون القريد مين ما امتحانيش كل تقريبا خلينا يشوفهم كاملين هاي امتحاني علاماتكم ونتائجها كلها تصليحه في عندي مين فؤاد عفيف هذا كان حال مرتين لما اجعلنا النظام اوكي فؤاد عفيف اه موجود مرة تانية يوسف تيسير كمان اوكي خلص فرجع بالنسبة للأسايمنت يعني اوكي هاي الكوزات حليا بس بالنسبة للأسايمنت دايما انتبهولي لان عشان هيك تعمدت اليوم اني رجعتهم مع بعض اوكي في اي استفسار خلينا نرجع ال الـ هلا في كتابك هاي حكي وان مثلا بات باراميتر اتريبيوت هلا فيش شغالات لسه زيادة هلا بلتكلم معنا بالتفصيل هلا توخيصه هون انا بلاحظ بعض الطلب بيتصعبوه شوي هون في امثلة هيو معطيه غير المثال لاحظ هاي استخدام السلكت خلينا نكبرلك الشاشة شوي لاحظ اوكي ايه كاليير 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 از جونة سلكت مع وير مع اور درباي لاحظ قرأ ورتب اوكي عرف متغيرات سوى كالي سر تاني لاحظ كاليير سر اده سي وان و سي تو سي تو كالي سر تاني لاحظ هون استعلم على الاسم من جدول الامبليه صح؟ هون الكيرسر الأول أخذ last name والjob id وسوى ع نفس الجدد سوى كل واحد كيرسر 2 المختلفات وحط شروط وكل اشي وعرف متغيرات وسوى loop لاحظ open سوى اول شي فتح الكيرسر الأول اللي هو c1 شايفين loop سوى fetch للمتغيرات exit والnot found وطبع end loop close رجع فتح الكيرسر الثاني لاحظ loop fetch حط في متغير لاحظ طبع end loop وclose تقدر اكثر من كيرسر مش شرط انت فقط كيرسر هاي في كمان مثال اخر لاحظ open سوى fetch تقدر تكتبك كلمة كلمة جي مورجيناكم او تقدر من خلال اللي هو اللوب يعني في اكثر من طريقة للتعامل معه نفس الشي لاحظ هاي كمان كيرسر اه طباعة لاحظ اوجد قيم عمليات حسابة عن المتغيرات يعني عن المتغيرات خاصة مدام انت لا صرت قيمك جوه المتغير فانت بتدر في المتغير تتعامل معه كما تشاء مافي اي مشكلة عليه هاي عبارة كله استخدم لحظ جمال السلك باعتمد على الكيرسر انت بجمال السلك شو بدك تكتب مسلا جاب اسماء هم اللي بتبقى بحرب الاد واضح فهي الفكرة الرئيسية كيف تنشئ الكيرسر كيف تفتح الكيرسر كيف تسوي عملية فتش للكيرسر وبعد ما تخلص منه بتسوي عملية لا اكلوز الو واضح هالامور طيب هلا نفس الامثلة هون بتكلم مش راح عب يعطي امثلة مع انواع اخرى كوي ساعدت ان تقرؤوهم وتطلعوا عليهم كي لاحظوا بعد ما يخلص بصير العملية كلها على المتغيرات اللي هي استخدمها مع داخل البرنامج هذا تقريبا اللي هو بالنسبة للكيرسر من الكتاب يعني بيظل امثلة يشرح الاتروبيوت حكينا عنهم اللي بيستخدمهم احنا استخدمنا نت فاون صح فيه كمان از اوبن هلا هذور فيه ثلاثة ااتروبيوت احنا اخذنا بس نت فاون استخدمناها اكزيت وين كيرسر برسنتج نت فاون صح هلا ممكن تستخدم از اوبن او ممكن تستخدم بدل نت فاون فاون شو بفرق نت فاون عن فاون يعني انا ما بدي يسوي عملية فتش الا ما يتأكد انه في الكيسر فيه بيانات فبقول له كيسر برسنتج فاون يعني انه فيه بيانات هذور بين فتش اوكي ازا فيه ازا تم صار فيه بيانات سو اطبع اوكي مش انك ازا ما فيه بيانات هلا ازا لاحظوا في المثال اللي اخدناه بشوي هون بالنسبة للكيرسر تذكروا اللي اخدناه بشوي المثال هاي هون هون سو فتش لاحظ ازا ما لقى بيانات اطبع هلا واضح الفكرة بادر استخدم مع الفاوند كمان كمان قبل ما اجي اقرأ مثلا سوي فتش اتأكد انه الكيرسر مثلا فاتح is open is cursor open يعني اذا فاتح الكيرسر سوي فتش يعني انا بدي قبل ما اصوي فتش برك كودي كبير انا كاتب كودي كبير فبالتالي سيف انا مسوي open للفتش فانا قبل ما اصوي عملية فتش شو بسوي بتأكد انه الكيرسر مفتوح ولا لا عكيبات سيعي بفحصه is open بقدر كمان اعرف كم رو عندي كم رو سويت في شي اسمه رو كاوند how many رو وفتش بقدر اعرف كم مرة ناسا في اللوب اعرف رو كاوند كم مرة سوى فتش اوكي وهي ما اعطيك لاحظ مجموعة من الامثيل على هذا الكلام لاحظ هون if لاحظ طلع if c1 is open then open لاحظ شو سوى هلا انت ايام انتوا معايا يا شباب معاك معاك هلا ايام انا بدي روح افتح الكيرسر صح انا بكون انت كاتب كود كبير انتوا ما تتطلع على الكود الصغير الكاتبينه فهلا انا بدي روح اقرب بسوى open للكيرسر طب برك ان انا الكيرسر كيف بدي سوى له open هو مفتوح معاي فانا بدي ايا يتأكد اذا مش مفتوح يفتح لي اياه طبعا العبارة اذا الكيرسر مش مفتوح طبعا انا عندي الاتربيوت في الكيرسر اسمها is open فباجي بكتب الشورت كيف بكتب باجي بقول له if not c1 percentage is open ايش معناها هلا ازا هو is open is open هلا ازا هو فاتح شاعد عطيني هاي روح لبوجه اذا ما شايفنا يا شباب is open is open is open شو معنا انا هزاك مين بتضحك معي يا شباب في صوت يا شباب استكرك المايك من عندك لو شمحت هلا is open هاي true صح ازا كان فاتح هاي بتعطيني true نفيه شو بسير false صح ازا ما حيروح يسوي له open ازا كان فاتح طبعا ازا ما كان مفتوح الكيرسر يعني هاي شو هتكون false صح نفيه false شو بتصير true بروح بيفتحه فانت لما بستكتصير تكتب تكتب بطريقة professional شو معنا professional هلا انت كاتب quality والله انا ساوت له open ولا لا طب خلي خلاص خلي شايك ازا باجي بقول له if not c1 percentage is open then open c1 دكتور مش الحركة هاي بتعمل لنا overload لا هو ما حيرجع يفتحوه لا انه اذا كان عندنا اكثر من كيرسر اه بس لا انت هون انت الاصر انا عشان ما ارجع افتحه هو يكون مفتوح بحط هاي الجملة هلا ايام انتو كاتب الكود استخدمت الكيرسر بعدين سكرته بعدين رجع استخدمت ونسيت انك فاتح او تسكره ورجعت سويت له open هو فاتح بيعطيك طوالة error هرفت ليش فانا عشان احل هاي المشكلة باستخدم الاتربيوت تبعون الكيرسر شو هما الاتربيوت تبعون الكيرسر ما حكينا عنهم في وعدة اسمة is open اشتركوا في القناة